ازايكو يا حبايبي اعملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هعمل معاكو كيكة الرواني بمقادير بسيطة وموجودة بكل بيت نبدأ مع بعض نسمي الله ونقول المقادير بتاعتنا عندي كوباية لبن كوباية زيت كوباية سكر أربع بيضات كيسين فانيليا ومعلقتين كبار جسد الهند هبدأ ان شاء الله احط المقونات بتاعت دي في الخلاط ونبدأ نضربها مع بعض معلش يا جماعة بس لو كان التصوير مش كوبا عشان انا يعني انا اللي بعمل وانا بصور يعني انا اللي بصور مسك الموبايل بيدي التانية مقاديرها سهلة وبسيطة يا جماعة خدت معايا في التحضير بالزبط بتاعها خمس دقايق وفي الفرن خدت ربع ساعة بما اننا في اجازة بقى كده وميعمليها وفرحي ولادك المقاديرها بسيطة جدا هنبدأ بقى نضرب الخليط بتاعنا دوت في الخلاط وهي حبيبي ضربناه هنجيب بولة كبيرة ونبدأ نصب فيها الخليط بتاعنا وهنشوف هنضيف عليه ايه يا حبيبي صبت الخليط هنبدأ بقى نضيف عليه من طنات الجفة بتاعتنا معايا كوب دقيق سميد خلي بالنا يا جماعة اللي احنا بنعاير بنفس الكوباية اللي احنا عايرنا بها الزيت والسكر وكده دقيق سميد ده اللي هو دقيق بتاع البسبوسة دي ايه اللي احنا بنعمل بالبسبوسة انا خدت منه كوباية ومعايا كوباية ونص دي ابيض الكوباية ونص دي انا حط عليها كيس بيكنج بودر طبعا دقيق ده انا نخلى لأول نخلى قبل ما عامله نبدأ نضيف المقونات بتاعتنا كوباية ونص دي عليهم كيس بيكنج بودر والكوب دي سميد في بقى تكة كده يا حبيبي لو حطناها بتفرق معانا في الطعم جدا اللي هي معلقة بشر برطقان معلقة بشر برطقان هبدأ بقلب في نفس الاتجاه يا جماعة بقلب الكيكة بتاعتي في نفس الاتجاه وهجيب سنية هدهنها زيت بس هدهنها معلقة زيت مش هدهنها دقيق وابدأ احط الخليط بتاعي قبل ما ادخلها الفرن يا حبيبي بابدأ ان انا ساوي الكيكة بتاعتي في الصينية بابدأ ان انا اغبطها خبطتين كده عشان ايه اضمن انها متساوي طبعا انا قبل ما اشتغل انا مولع الفرن بتاعي على درجة حرام 180 دلوقتي اعمل من الشرباط بتاعي ان الشرباط يا جماعة مش عايزات قيل قوي ولا خفيف قوي انا عايزة وسط فانا هستخدم كبات سكر وكبات مية هستخدم كبات سكر وكبات مية انا عايزة وسط مش تقيل ولا خفيف الشرباط بتاعي جايزة هوت هعصر عليه نص لامونة وحط كيس فانيليا انا بستنى لما خلص الشرباط خالص وعصر عليه نص لامونة وكيس فانيليا نبدأ بقى نقلبه بصوا بقى الامر بتاعتنا طلع اعطاية من الفرن طحفة يا جماعة حط اللايك بقى للكيكا الحلوة دي هبدأ بقى انا دلوقتي مش هحط الشرباط بتاعي عليها مباشرة كله كده لا هي مش بسبوسة دي كيكا انا هبدأ ان انا احط بالراحة كده بالمعلقة بالمعلقة بتاعتي كده بالراحة على الوش بتاعي كده يديني لمعة وفي نفس الوقت هتخلي للكيكا بتاعتي طرية بصوا جميلة هبدأ بايا حبيبي دلوقتي ان انا قطعها ومفروض نسابها نتبرد بس انا قطعها معاكم بصوا بقى جميلة ازاي هبدأ ان انا دقها كده معاكم عبارة عن مزيج بين الكيكا والبسبوسة جميلة مزيج كده خليط كده بين الكيكا والبسبوسة جميلة عايزة تزينيها تحط على وشها جزت الهند براحتك بشكلها جميل برضو بس انا اكتفت بجزت الهند اللي انا حطيتها في الخلاط تنسناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم منا كل الجديد احنا بنعمله اي حاجة يا حبيبي عايزينها اطلبها مننا في الكومنتات يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته